تصدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله مرسوم رقم 67 لسنة 2016 بتعين رئيس وعضو في لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة وجاء في المرسوم أنه يعين في لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة كل من القاضي محمود عرب محمد هاشم رئيسا القاضي أمل أحمد عبدالله أبو العضوا وذلك خلفا لكل من المستشار سامح محمد فهمي عامر والقاضي دكتورة مونة جاسم محمد الكواري